القرار عادة في مجتمعاتنا بيبقى قرار عوائلي لازم العائلتين يوافقوا فحريحة لما بتتكلمي بتتجوزي ودياً بيقولك اللي عم تيجي تتجوز إنت بتتجوز عيلة مش بتتجوز واحدة بالضبط حاجة بقى التانية اللي لازم نتكلم فيها يا سالي إن هل العنوصة تقتصر فقط على المتجوزة والغير متزوجة؟ إيه رأيك؟ نا هي بتقتصر هي أولا هم قالوا كده وفي حاجة اسمها راجل عانس وفي حاجة اسمها ستة عانس عندي بيكي مفاجأة رفض اللقب ده خلص لا أنا الحاجة اللطيفة اللي عايزة أقول هالك إن هناك كثير من المتزوجون والمتزوجات عوانس يعني إيه عوانس في لغتك أو في اللي أنت عايزة تشرحون العنوصة هو وحدة إحساس بإني مفيش حد بيشاركني مفيش شرك حيال فهنا الفكرة ما هيش فقط تايتل ما هيش فقط لقب حاجة بتزوده على البطاقة ولو إن كثير من المشاكل اللي تيجي في مجتمعنا للستات اللي مرتبطوش بتبقى مرتبطة بفكرة اللقب اللي موجود في البطاقة والضغط المجتمعي ولكن في مجتمعات أخرى الفكرة دي ليست فقط مرتبطة بوجود اللقب ولكن مرتبطة بالله أنا بشرحه لحضرتك وهو ده اللي بيعاني منه كتير من المتزوجين بالفعل هما بيبقوا ساعات عايشين مع بعض عشان بنقصة التلاج يعني أي راجل بيبقى سنجل حتى ده هما تجوز هما حتى ما بيقصتوش التلاج آه ده بيبقى فيه بيتقال انه أنا طب انت عايش معاها ليه؟ لك عايش ام القصة التلاجل تجي تهزر؟ طب انت مكمل معاها ليه؟ وهي مكملة معاك ليه؟ الاحساس بقى بالعنوسة ده لازم نبقى فاهمينه فكرة الوحدة فكرة عدم الامان عدم الاحساس بان فيه شخص بيشاركني حياتي واقف جنبي المصاحبة يعني حتى في القرآن الكريم فكرة وصاحبته وأخيه فكرة الصحبة مهمة جدا نية السكن اللي انت بتروح له عشان ترتاح؟ انه لو انت فعلا عندك هموم الدنيا وروحت لدي دي سكنك يعني انه احنا بنسكن في بعض نعود مع بعض بفيه كامبني فيش بقى الكلام ده بس هي لما لقيت ده استوشهد هي بقى عملت قولك مش هافرح تاني تقولي ايه بقى للنوع ده من البنات لما نيجي بقى للقصة تانية بتاعت حضرتك انه احنا امام انسانة في مرحلة مهمة جدا من عمرها وكطبيب لازم ابص على المرحلة دي ان هي برايم يعني في قمة مطجها انها كمان تكون اسرة وتبقى ام والرغبة والاحساس بالامومة مش بالضرورة انها تبقى عند كل الستات فهي رغبتها في انها ترتبط في السن ده فمنتها الاهمية ما نقدرش ان احنا نتخطاه دي اول حاجة تانية حاجة ان الست دي اتعرضت لعدة صدمات في حياتها مش صدمة واحدة نا كتير صراحة اولا اللي هي ذكرته انه مش بقى فكرة وصمة الطب النفسي فكرة ان هي كانت ماشية باراليل مع اختها فكرة رفيقة حياتها وبعدين فجأة اختها طبت منها دي لانها دخلت في الدوانة وقت في الطريفة من كم التعب بتاعها فما بقتش معاها ما بقتش رفيقة حياتها معاها الخطيب الحاجة التانية ان الاب بعت ان الاب سافر ما هو من الاول كان مسافر بيشتغل بارا موجود لا هو هو لما توفى عمل الازم ابتعد ابتعد الاول ما كانش موجود واضح ان العلاقة مع الام كما تراءة لنا في اخر القصة مايش احسن حاجة فغياب الاب هنا خلى ان الوحيدة اللي كانت معاها اختها اختها تعبت فادي اول حاجة تانية حاجة وهي في منتجة الاهمية انه ابتدتها تحس انها لوحدها وانه في ضغوط مجتمعية لما حاست انها بقى هتفرح جالها بقى الطيار حلم حياتها الراجل تعرض لحدث قليم واستوشهد فخسرت حب حياتها فخسرت صديقتها ورفيقتها واختها التلات ادوار في بعض مع غياب اب او ام قريبين منها ممكن اميرة تبقى محتاجة علاج نفسي استني خلينا نقول الصدمة الاخرانة وان دتي عبالة بترمل كده جدا يا دكتور رادو وفاة الاب دي صدمة كبيرة جدا دي تخلينا نقول انه اميرة نفسها دلوقتي ممكن تكون بتمر بحالة اكتئاب ومش بس كده كمان اهتزاز في الثقة بالنفس هي نفسها محتاجة تقعد مع حد متخصص عشان تعيد اجندتها مع نفسها عشان تعيد بناء نفسها واولوياتها وتشحز عزيمتها انها تقدر تكمل وهي في اول حياتها وتعمل اختيارات سليمة اشتركوا في القناة